أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها وكذلك العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتبعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توافر مخزون من القمح يكفي لأربعة فاصل ستة شهر ومن الزيت الطعام لنحو ستة أشهر والسكر حتى فبراير المقبل